بالنسبة للفريقنا لكرة القدم سيبك من انه البرازيل وصلت فاينال وانه اسبانيا وصلت فاينال وانه سيبك من ده كل وسيبك من انتقاداتك للكابتن شوق غريب مش هقاوحك فيها وانت حر طبعا بس هو ليه ما بينجيش مرة ننتقد اللاعبين يعني اللي بيحصل ايه بعد البطولة اي بطولة خسرناها اول حاجة المداري بيمشي موافق ما عنديش مشكلة خالص يمشي وبالسلامة لكن محدش بيقرب بيقولك ايه سرحوا اللاعبه دول هنسرحوا انه نديهم فين ده شؤال يعني بس محدش في الاخر يعني ايه ما تجيب لي احصائيات وتجيب لي ارقام عشان اعرف اتكلم يعني هما اللاعبه ما لهمش مسئولية انا اخلي بالحضراتك بتكلمك ايه وانا كنت لعيب هي لعيبه ما لاش مسئولية هو المدرب طول الوقت يعني هو طول الوقت المدرب بس ولا احيانا كثيرة بل كثيرة جدا يكون لعبها لها مسئولية كويس او وحش على فكرة فيه مدربين قليلين جدا فنية لكن ربنا كرامهم وفيه مدربين كويسين جدا فنية لكن التوفيق ما كانش محالفهم وفيه مدربين نص ونص الدنيا مشيت شوية ومشيتش شوية ده بيحصل على فكرة في عالم كرة القدم لكن انا عايز مرة نغير الستيل بتاعنا والشكل بتاعنا ونبدأ نحاسب اللاعبه لانه اللي بيحصل ايه المدرب بيمشي واللعب ساقره بيزيد بيحصلوش حاجة خالص بالعكس ده بيقعد والنادي ويجدد ويشترط وفلوس وبعدين عايز اقول لكم احنا عندنا خمستاشر لعيب في منتخب اليد منهم تسعى محترفين احنا لعبتنا المحترفين فين في منتخبنا القلم بيحطولي مياه مصطفى محمد ما جاش اه ده ما جاش عشان الظروب بس وانا قلتلكوا قبل كده رمضان صبح اللولة انه كان رجع النادي الاهلي ما كانش لعب في البطولة اللي كانت موجودة في مصر كانش الناس مصدقاني في الاول ومحمد صلاح النادي رفض ريفربول رفض ولو صلاح كان موجود معنا كانت الدنيا اتغيرت ولو تريزيجي كان موجود معنا كانت الدنيا اتغيرت لكن مرة مرة بس واحدة يبقى الحساب للجميع للعبين وللمدربين للمنظومة كلها من اولها الاخيرة اتمنى انه ده يحصل يعني هل ممكن يحصل اتمنى انه يحصل يعني طيب خلينا بقى نروح لمشاوير تانية في مواضعنا بقى ونخش في المواضع المحلية تعال لنا بقى يا عم نصر خلاص يا عم نصر عندنا حاجات محلية يلا بينا